لأخ أقدم على الزواج من إحدى الأسر فحدث بينه وبين أمي مناقشات حادة أدت إلى أن أمي قالت نظر على رقبة ما أذهب إلى زفافك ولكن أمي استرجعت من لحظتها وذهبت إلى زواجه وهي الآن في حيرة هل عليها إثم فيما قالت مع العلم أنها استرجعت عن حلفها وإذا كان عليها إثم فما كفرته أفيدون أفادكم الله أولا لا ينبغي للمسلم أن يندفع مع الغضب ومع المشادة أتى يوقع نفسه حرج فالعليه أن يتروى ويتعقل ويستعمل الحلم ناسيما الوالد مع ولديه أما ما حصل من أمك لأنها حلفت ألا تحضر الزواج الذي عزمت عليه أن قالت علي نذر ألا أو على رقبة نذر ألا أحضر زواجك ثم إنها ندمت وحضرت وخالفت ما حلفت عليه فإنه يكون عليها كفارة يمين ويإطعام عشرة مساكين لكل مسكين نصف صاع من الطعام أو كسوة عشرة مساكين كل مسكين ثوب أو عطق رقبة مخيرة بين هذه الأمور فإن عجزت عن واحدة منها يعني لم تقل لا على الإطعام ولا على الكسوة ولا على العطق فإنها تصوم ثلاثة أيام أوله تعالى كفارة يطعام عشرة ساكين أو سطما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم وحتى لو أنها حلفت لا تحضر الزواج فإنه لا ينبغي لها أن تمضي على هذا اليمين وأن تمتنع من الحضور فلعليها أن تكفر عن يمينها وأن تحضر لأن هذا من المصالح وضورها فيه مصالح وفيه صلة رحم وفيه زوال مفسدة فعليها أنها تنقض اليمين وتحضر وتكفر عنها قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم لا